بتعياتي ليه بس؟ يا حبيبتي اي مشكلة ممكن تتحل من فضلك افتحي تأمينيني عليك طب هو ايه اللي حصل بينك وبين دكتور شريف يا صافي افتحي انا عايز ازاعدك والله طب بلاش تقود الواحد كنت متضايا كده بص لو في ايه مشكلة انا ممكن ادخل وحلها طب اسمحي لأكلمك هل انت من خلالك؟ الناس تحاول انت نسلقك انا افتحي 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 وبعدين لو في ايه حج مسؤول عن المهاز اللي حصلت الفرح فهو انا ما تستغلبش حضر الزابط انا راجل اشكر عمره من بلالي لما جيت اخد قرار مهم في حياتي سجواز فكرت بشكلها غالي وستجعت عن الحضر مش عارف اقول لي حضرتك يا دكتور بصراحة انا طبعا مقدرش اتدخل في حياتك الشخصية انا كل دوري ان انا اوصل اللي بعت الجواب المنايل ده وبوز الفرح بتاع حضرتك وسبب حالة الهاج والزعر دي ترسل حضرتك نديم كمال ارموك يا حضرتك صابت توصلي باسرع وقت ممكن لان فعلا محتاج اعشكره اعماق عمر قلبه لان بالعمل والنهارده خرامي حسامة حالة الصراع على اشتغال اليومين من ساعة تباريط الكلام الفدرالي المكتوب عن الانسان اللي اختطعت باشيكة حياتي اتاري كل الكلام نزاليه وروس اقلام وفيهم ناس اساسا انا معرفهمش وعلى رأسهم من السادة ديين كمال على فكر انا اول مرة اسمع اسمك المهارده وعرفت ان راجل مهمة اقوي في البلد الكلام ده صحيح هو جابت اقوي كده اصلا مش بتابع تفاصيل حياة في بصد اللي ده ده دي فاطرة عايش في هدين كمال اكيد طبعا حباك تعرف ولا حباك ما بتحبش طهرة دي راجل صفا اه دكتور انا ممكن اقترح على حضرتك اقتراح يا ايان ايان تحضر الزبط انا فعلا محتاج اقتراحات بنائقة فحالة زي اللي انا فيها الجرس بس انا انا رأي ايه انا رأي ان احنا كلنا بنتخانق وكلنا بنتعصد واخب بالك وحضرتك فهم الستات يعني بش كده ولا ايه انا رأي ان احنا نخش الوقتي نشرف نجانين قهوة في فندق مع بعض وبعد كده حضرتك تشوف ايه اللي مزعل العروسة ربنا قينتي يعني انا حتى معاها جوه الاستاذها داليا غنيم الصحفية هي صديقة العروسة وهي عرضت انها ممكن تتدخل لتقريب ايه مجاتب نظر يعني كده ان شاء الله بقوله حراك ان انا مش متابع تفاصيل الحياة في مصر الغريبا لما بقرف الجوالي الامريكاني عن الكاتبين والميس البصري بيركزوا اول حكاية التعذيب وفضل العقصامات والمزارات ايه رسميلكوا صورة صودة ايه غير دارك ايه شوفوا ازاي الميس البصري بتدخل والكل تحضر للحفاظ على تماسك والأسرة مصرية شيء مؤسس جدا نعم لا دكتور شريف بقولك ايه انا جيت وراك بس اكراما لأستاذة داليا ده غير ان انا متعاطف مع موقفة بتعرف حراك في اعلان نطيفة اوة على الفضلات المصرية بيقول متعاطفك واحد ومش كيفاء شوفت اعلان ده قبل كده بتكلع الله دكتور بتكلع الله لكن بعيد ولا هتاخد تاكسي معاك فلوس مصري طيب للتاكسي طيب قولك يا دكتور يا دكتور خلي موبايلك لو سمحت مفتوح حدا من طرفنا هتصل بيك عشان ناخد اخوالك بشكل راسم حاولا اولا قوة تايلنا بالله الراجل بو اخو ضرب لا اخرب بيتك يا صافي ضربت يدماج الراجل ده معادش ينفع خالص ده مش ينفع يمسك مشرك في حياته بعد كده صافي حبت فتحي صافي حبت فتحي أنا سمير أنا الوحدي صافي تبروته على التليفون صافي صافي فتحي باقه كم اعني مكن media تلك قد أيها الحانة ما تعملاته أنا افتديك سبساااا م MANYPADER أنا مرحباً، سأكون قريباً. هل أنت؟ هل أنت؟ يا ساميرا! سأكون قريباً. شكراً. شكراً. كان لإقدارتي القتال. طب ما أقول لي بتوعوا لقتل يفتحون لنا ببا بسويت وخلاص? الله يخليك يا دالي أنا مش عاوز أفضايح. وبعد نحن نقول لهم إيه اللي حصل يعني محن مش عارفين إني بيحصل جوه. نقول لهم خايفين البنت عمل في نفسها حاجة. وإنبقى حتى اللي فضحناها بنفسنا .. بتقلاقيش عليها قوي كده. أنت عارفة صافي عمرها ما حتقذي نفسها. هي بس تلاقيها قاعدة جوا متقوقعة بتفكر تعمل ايف مشكلاتها وانت النشانة يا ريتي اطلع كرامك ده صح وامتها معها المفتاح السبير بتاع السويت ما صحية استني بس عنقولها ايه الخبر هيبقى صعب قوي عليها يا ريتي اطلع كرامك علو ايوة يا حسن باشا طب خلاص ولا يهمك انا متشكر او اي في اي مال صوتك طب انا اسفة معلش بس كان مفروض ان احنا نحاول يعني ما هو احنا مش عارفين ادخل لها هي قفة على نفسها الباب يلا طب يلا انا شوية وهنزلك يلا 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 العريس مرضيش يسلم نفسه مع انه القتيل كله محاصر يعني ما هو قدسكو بقى انت اتفكروا هواحد من العامة كلا ولا حد باكل تبني عشان خاف من الزبط تلاقيه سمع البشة كلماتين وقاله شوفولكوا حد غير يتجوزها انا خلاص مش لعب الله يا جدع وانا اللي كنت ظالمه فكره مركب ديش مركزي بس تلع ذكر هو اينام ذكر مراحل شوية بس مش مهم ذكر مراحل احسن من ذكر عطلان مش عارف يا هاني دايما عندي كلا مشكلة بفهمش كلامك يعني بس يعنيlagen على فعونه يا أخي ربنا مكتبع علينا على ولانا يا أخي بس الحمد لله عالفق prol وكالعنا الحمد sof يا أخوين دي أصر دي لأظار شو 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 باز يز الويان اشتركوا في القناة ايه ده انت بتعملي كده ليه؟ اغراء 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 انت فهمة الاغراء غلط وبعدين انت بطلتي رأسي ليه؟ عشان تعبت انا وقفة على رجلي من الصبح وبعدين جوه الرأسي داخل اسم التلاتينات انت معندكش دي اس اللي في بيتك ولا ايه خش خش في المفيد وخلصنا بقى دي لهجة واحدة بتكلم واحد عايز يمبسط ويفرفش ويزيت واضح ان انا اسأت الاختيار نعم صد شكري سالحان انت صدقت نفسك ولا ايه مش كيف انا بضحي بنفسي وبسمعتي عشان وحي تفاشل يا فاشل يا فاشل ده انا لو اتقفاش هاروح في الستين دهية وهيطقت عاشي ده غير سمعتي اللي هتتضرب هيقوله علي مش معرف اختار زبايني بس بس جاتك البلاء خرقتيني من المود عمالة كلك في طفاح وبشرة في خمرة مخشوشة البداع دي مبتسكرش اساسا وعملك فيها عادل قدهم وبرده مفيش فايدة اقولك مديدي مديدي فريدي ظهرت كده شوية هتبقي زي الفل وقوم يكمل الرأس بعد كده مديدي قديم هاتها التفاحي من انت بتاكل فيهم الصبح دول هات ايه ده انت عينك في طبع الاكل من بدري اه يبقى الواحد تلاقي منك باي حاجة يا باركة هات ايه الدناوة دي مسيكي مسيكي انت مستاني حد ده ايه الليلة اللي مش فايتة دي مستاني حد ده ايه هو انت في حد كان ماشي وراكي وانت جاي علي هنا اه طبعا انا طول الوقت في ناس ماشي وراي انا مخي دفتك انا برضو اقاير ان انت مترقبة من الاول جاتك المنا في لنتك السودة يا بيت يا بيت ما تعدديش بتعددي علي الله يخدميلك ما انت لسه لابسة هدومك اهو يعني لو حد كبس مفيش مشكلة ده بس كبس انت كبس اقصد يعني لو حد دخل مفيش مشكلة اقولك لو حد دخل اقول لهم ان انت الست اللي بتنظف القوضة نعم انا مش الهوش كبنج يا او استيس وده وقت بريستيش يا اختي التفاصيل دي خلصوها محاميين بعد كده خراسي خالص ومتفتحيش بوقت بولا كلمة لحد اللي بيخبط ده يا يغور يا يزهق مش عايزي يغور مش عايزي يغور اتنيلي استخبي استخبي بس 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 اتنيلي اتنيلي تعد ايه اللي جابهم دلوقت دول ايه اللي جابهم دلوقت ايه اللي جابهم دلوقت ايه اللي ما وز يا جماعة اصلي كنت في سابع نومة اصلي مين سميرة لا امسي الخير يا فانس الحجة صحيح لا الحجة رواحد باتت في بيتها ما انت عارفة مابتعرفش تنامغل في فرشتها لا ده واحد صاحبي جبته يبات معاي عشان بخافة بات في القوتلات الواحدي اصلي كنت مرة شفت مفتاح السويت بتاع صافي معاك ليه خير فيه ايه داليا من فاشد كل معنا عشان موقف متقزمش صفت بأعصبية جدا طب انا هتطمن عليها ازاي صافي انا هتطمنك في الموبايل ما تقلقيش طب انا هتطمنك في اللوبي ماشي ماشي موسيقى موسيقى